دخل إذن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ ليشكل خطوة هامة نحو إنهاء المواجهات والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ شهور وفي الوقت الذي يوفر فيه هذا الاتفاق مخرجا طال انتظاره فإنه يشمل بنودا تتباين إلى حد بعيد عن القرار الدولي رقم 1701 الذي وقع بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله بعد طول انتظار يتنفس اللبنانيون الصعداء ذاك ما تظهره المشاهد القادمة من لبنان عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ اتفاق يوفر مخرجا طال ترقبه يشمل بنودا تتباين إلى حد بعيد عن القرار الدولي 1701 الذي وقع بعد حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله ينص الاتفاق الجديد على انسحاب تدريجي لإسرائيل من جنوب الخط الأزرق خلال فترة تصل إلى ستين يوما بينما كان القرار 1701 قد نص على انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق بعد حرب عام 2006 وفقا للاتفاق الجديد سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين إسرائيل ولبنان للإشراف على تنفيذ الالتزامات وهي لجنة معترف بها من الجانبي في المقابل كان القرار 1701 يعتمد على قوة يونيفيل الأممية والجيش اللبناني لضمان تنفيذ بنوده يعترف الاتفاق الجديد ضمنيا بوجود حزب الله شمال نهر الليطاني مع التأكد على منع إعادة تسليحه جنوب النهر كما يتضمن آليات لتتبع تهريب الأسلحة تحت إشراف الجيش اللبناني وقوة يونيفيل أما القرار 1701 فدعا بشكل صريح إلى نزع سلاح حزب الله ومنع أي نشاط عسكري له جنوب نهر الليطاني في بند جديد يؤكد الاتفاق أن التزامات إسرائيل لا تلغي حقها في الدفاع عن النفس مما يسمح لها بالرد الفوري على أي تهديد مباشر بينما يعتمد القرار 1701 على يونيفيل كآلية مراقبة دون منح إسرائيل حق الرد المباشر على الهجمات ينص الاتفاق على تفكيك جميع المنشآت غير المصرح بها التي تتعلق بإنتاج الأسلحة أو المواد ذات الصلة في حين أن القرار 1701 لم يتطرق إلى تفكيك المنشآت بهذه الطريقة كما يعزز الاتفاق الجديد المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان لترصيم الحدود البرية المتنازع عليها بينما لم يتناول القرار 1701 بشكل مفصل مسألة ترصيم الحدود البرية بين البلدين اتفاق تاريخي يغير قواعد اللعبة بعد القرار 1701 يتضمن آليات مرنة تتيح إشرافا مشتركا وتنفيذ الالتزامات بشكل أكثر تنسيقا بين الجانبين أمر ربما يعكس تغييرات مهمة في الديناميكيات السياسية والعسكرية بين الطرفين في المنطقة هذا وتتوقع أوساط سياسية لبنانية أن يتزمن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مع إعادة حزب الله لنشاطه السياسي في الداخل اللبناني وهو نشاط قد تتضح ملامحه في استحقاق انتخاب رئيس جديد للبنان ومشاركة حزب الله في أول حكومة ما بعد الحرب لمتابعة ملفي النازحين وإعادة الإعمار اليوم التالي لانتهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان سيكون يوم عودة حزب الله من الميدان العسكري إلى السياسة هذا ما تتحدث عنه الدوائر الإسرائيلية وهذا أصلا ما يأمله اللبنانيون تجنبا للحروب وتداعيتها الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية لكن كلمة أخرى اعتاد حزب الله الإدلاء بها مع انتهاء كل حرب خطاب انتصار لا يراعي حسابات الربح والخسارة من المنتظر أن يقرأه الحزب على اللبنانيين قطعا للطريق على أي أسئلة عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الحرب عن كل اللبنانيين وهذا الخطاب يقول المراقبون في بيروت بأنه سيحمل مفردات الإصرار من قبل الحزب على عدم ترجمة تراجعه العسكري جراء الحرب انكسارا سياسيا في الاستحقاقات اللبنانية المقبلة انتخاب الرئيس اللبناني الجديد قد لا يكون استحقاقا سلسا يحتوي دقة المرحلة اللبنانية المقبلة فالتعاون الذي أبداه أمين عام الحزب نعيم قاسم في خطابه الأخير لا يعني بالضرورة انزال رئيس بمظلة التوافقية المعهودة لبنانيا مطالب حزب الله كثيرة من الرئيس الجديد أبرزها حماية ما تبقى من ترسانته ومنع تنامي الأصوات السيادية المطالبة بتسليم هذا السلاح إلى الشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني والتعقيدات عينها لن تغيب عن أجواء تشكيل حكومة ما بعد الحرب تستبعد التحليلات مطالبة الحزب بحقائب سيادية بارزة لكنها تشير في الوقت عينه إلى إصراره على حضور سياسي وازن دخلها لضمان إعادة إعمار ما تهدم في مناطق سيطرته وعودة النازحين عين على الرئيس المقبل وعين على الحكومة عاملان يجعلان عملية ترميم البيئة ولملمة الخسائر أسهل قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة التي يسعى الحزب من خلالها إلى الاحتفاظ بذات حجمه البرلماني وليس أقل وما بين هذه الأهداف تبقى الصدامات السياسية الداخلية واردة ويمكن احتواؤها إلا إذا كان الاستقواء كلمة سر ستعود وتفاجئ الشارع اللبناني بتحرك عسكري داخلي يذكر بأحداث السابع من مايو 2008 التاريخ الذي وصفه الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله باليوم المجيد هذا وقد قال النائب في مجلس النواب اللبناني والعضو في حزب الله حسين فضل الله إن حزب الله يحتفظ بحق الدفاع عن نفسه إذا هاجمته إسرائيل مشيرا إلى أنه سيتحمل مسؤوليته إزاء الشعب اللبناني وجاء التصريحات حسن فضل الله تعليقا على مقاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بشأن احتفاظ تل أبيب بحرية العمل العسكري وضرب الحزب إذا انتهك اتفاق وقف إطلاق النار معنا من بيروت المحلل الخاص لسكاينيوز عربية داود رمال مساء الخير سيد رمال برأيك وعمليا هل يمنع اتفاق وقف إطلاق النار حزب الله من العودة إلى ما كان عليه مساء الخير فضيلة إلك ولمشاهدين نعم هذه مسؤولية دولية في الذهاب سريعا إلى تطبيق ورقة الالتزامات المتبادلة وليست اتفاق هي ورقة الالتزامات متبادلة بين دولة لبنان ودولة إسرائيل والتي تعمل تحت صقف 1701 بأي معنى؟ بمعنى أن الآن على مجلس الأمن الدولي أن يسارع إلى تثبيت هذه الورقة وأعطاء التغطية اللازمة للجنة المراقبة التي يفترض أن تتشكل خلال 48 ساعة والتي تضم الولايات المتحدة وإسرائيل فضيلة هناك لغط يحصل أنها لجنة خماسية هي ليست لجنة خماسية هي لجنة ثنائية هناك لجنة عسكرية ثلاثية تجتمع دوريا في النقورة مقاركوة للقوات الدولية تضم ضابط إسرائيلي ضابط لبناني ضابط من الأمم المتحدة وهذه تجتمع منذ العام 2006 الآن هناك لجنة ثنائية هذه اللجنة الثنائية تضم الأمريكي والفرنسي الأمريكي الذي قدم ورقة الضمانات لإسرائيل بأن الأمور ستنفذ بالكامل الورقة ستنفذ بالكامل والفرنسي لأن لبنان يأمن إلى الجانب الفرنسي نظرا للعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا بالتالي لبنان يشتكي إلى فرنسا وإسرائيل تشتكي إلى الولايات المتحدة تجتمع هذه اللجنة الثنائية وعندما تجد أن هناك أمور بحاجة إلى معالجة ميدانية يدعون اللجنة الثلاثية إلى الاجتماع للبت بهذه الأمور ليس على القاعدة السابقة أن تتحول اللجنة الثلاثية إلى عدادة للخروقات من قبل الإسرائيل أو من قبل حزب الله التنفيذ يحتاج إلى قرار دولي إذا لم يسارع المجتمع الدولي تحديدا مجلس الأمن إلى مواكبة ورقة الالتزامات التي أعلنت بالأمس سننتظر ستين يوما لتعود وتنهار الأمور من جديد وإذا انهارت الأمور من جديد يعني أن بن يمين نتنياهو أعاد تدخير المخازن راح الجيش لمدة شهرين وأعاد توزيع القوات وبالتالي نحن حينها سنذهب إلى حرب أصعب وأشمل وإلى تورو الإسرائيلي بري حقيقي يقوم لبنان حينها يقوم مصير الكيان اللبناني حينها في خطر شريع طيب سيد داود هناك إشكالية تتعلق بمنهجية الحزب في الداخل اللبناني تذكر أنه بعد عام 2006 اللبنانيون قالوا بأن حزب الله استقوى على فصيل آخر في لبنان بسلاحه بعدما وصف نهاية الحرب بأنها انتصار له هل تعتقد بأن الظروف الحالية تشبه ما حدث بعد عام 2006 يعني هل سيستمر الحزب ربما بابقاء يده طاليقة على اللبنانيين؟ فضيلة ظروف 2006 تختلف عن ظروف 2024 وبالتالي علينا أن نقرأ جيدا إطلالة الرئيس نبيه بري اليوم وأنا استمعت إليه مليا وأنا أعرف الرئيس بري شخصيا وأعرف حين يريد أن يمرر بين السطور يمرر بين السطور اليوم أثقل كلمته بالوجدانيات والوصايا الوصايا لمن؟ لأهل الجنوب ولأهل البقاع أن ملاذكم الوحيد هي أرضكم وبيوتكم وعليكم التمسك بها والحفاظ عليها خطاب اليوم إطلالة الرئيس بري كانت اليوم هي إعلان شيعي صريح من الزعامة الشيعية السياسية الحقيقية بأن زمن الحروب وليس زمن الانتصارات زمن الحروب في لبنان قد ولأ وأن لبنان لن يذهب مرة جديدة وتحديدا هذه الطائفة لن تذهب مرة جديدة لكي تكون رأس حربة لتنفيذ أو لرغبات أي خارج أيا كانت تسمية هذا الخارج نحن اليوم الآن فضيلة اليوم هو يوم العودة المصيبة أين تقع؟ غدا المصيبة عندما تبدأ عملية رفع الركام انتشال الجثامين من تحت الركام العائلات التي لن تجد أثرا لأبنائها وبالتالي لن تستطيع أن تشيع أبنائها إلى كبور وهذا موت إضافي موت ثاني وأيضا ظروف حزب الله الآن مختلفة فهو ينتظر الآن فتح الطرقات إزالة الركام من الضحية الجنوبية تمهيدا لما يخطط له تحت عنوان التشييع المهيب لقيادة حزب الله التي اغتيلت ولم يتمكن حزب الله من تشييعها من الأمين العام إلى القادة الآخرين الذين دفنت جثامينهم ودائع بانتظار إعادة إخراجها للقيام بهذا التشييع المهيب هذا اختبار اسمح لي يا سيد رمي يجب أن نرسدها فضيلة اسمح لي فقط أنت ذكرت قضية هذا الامتحان اليوم الذي سيعود فيه المهجرين إلى المهاجرون إلى مدنهم وقراهم هناك امتحان آخر لا يقل أهمية انتخاب رئيس الجمهورية كما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري نعم كيف سيكون دور حزب الله في هذا الاختيار كما كلف وفوض رئيس نبيه بري بإدارة المفاوضات لإنهاء الحرب ونجح الرئيس نبيه بري بهذه المهمة كما نجح في السابق وإن كانت هذه المهمة أثقلته فوق ثقل السنين التي يحملها على أكتافه الآن أيضا حزب الله باعتقادي فوض الرئيس نبيه بري مسألة انتاج الصيغة المناسبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ولكن لكي نكون صريحين الداخل اللبناني هذا الداخل العاجز عن إدارة شؤونه ونفسه بنفسه لن يتمكن من انتخاب رئيس الجمهوري من دون مساعدة خارجية وتحديدا مساعدة عربية أمريكية فرنسية وبالتالي لابد من تدخل دولي لكي يفرض على القوى السياسية اللبنانية أن تنتخب رئيس في مهلة الستين يوما وأن تشكل حكومة بشكل سريع لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية هناك نقطة يجب أن تسجل ضد المعارضة في لبنان وأنا أتحدث من موقعي القريب من هذه المعارضة لا يمكن لهذه المعارضة أن تتصرف من الآن وصاعدا بملف رئيسة الجمهورية على قاعدة المثل اللبناني القائل عنز ولو طارت لا الرئيس نبيه بيري قال لهم جربوني تفضلوا نعود نحكي ولولي يوم واحد وننتخب رئيس فورا الآن على هذه المعارضة أن تلاقي خطاب رئيس بيري اليوم الذي هو خطاب وطني بامتياز وهو أصلا من بداية هذه الحرب التي لم يكن يريدها رئيس بيري أصلا وكان معارضا لها حتى عندما كان يسقط شهداء من الدفاع المدني كشافة الرسالة الإسلامية التابعة لحركة أمل كان ينعيهم رئيس أمل أو حركة أمل أنهم شهداء لأجل لبنان وليس لا على طريق القدس ولا لأجل غزة من أجل لبنان وبالتالي يجب على المعارضة أن تلاقي سريعا الآن رئيس نبيه بيري الظروف أكثر من مؤاتية الوضع استوى بلبنان هناك هموم كثيرة أن تلاقيه والذهاب إلى انتخاب رئيس توافقي بالسرعة المطلوبة أشكرك داود رمال المحلل الخاص لسكاينيوز عربية